اشتركوا في القناة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الأنسان إن قطع عمله إلا مثله صدقة جارية أو علم انتفع به أولة صالحية دولة الحديث الآن في السياق عمل ولا في السياق دعاء أسألك عمل عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت إلى الدعاء له فجل هذا المسرور أما العمل فليس المسرور ولكن هل ينفع الميت إذا أهديت إليه العمل أو لا نقول ما جاءت باسمه فلا منص عنه كالصدقة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بمخافه الأم وأذن للرجل الذي قال يا رسول الله إن أم افتلتت نفسها وأظنها لو تصدقت لا تكلمت فأتصدق عنها قال نعم وأذن للرجل الذي كان يلبي عن شبرما قال أحجرت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما وأذن في قضاء صوم النذر وفي قضاء نعم وفي الحج عن العاجز الذي لا هو الشبر زوال العجز فما جاءت في السنة فهو حتمت في السنة فهل نقيص عليه جميع الأعمال اختلف بهذا أهل الدين فمنهم من قال الأصل أن عمل الإنسان لمن لنفسك كما قال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا مساء وقال لها ما كسرت عليها ما كسرت وما جاء استثناءهم في السنة فعلى العين والرأس والباقي لا لا ينفع ومنهم من قال إن هذه المسائل التي جاءت فيها السنة قضاء أعيان يعني ليست ألفاظا لها عنوم قضاء أعيان فلا ندري لو أن أحدا استأذن من رسول عليه الصلاة والسلام أن يسبح لأبيه أو يقرأ لأبيه هل يمنعه أم لا ما ندري وإذا كانت السنة جاءت بهذا الأصل أي بأصل جوازك إهداء القرب فالعموم فالعموم أولى وهذا أختار شخصان بنتهيمة رحمه الله وكذلك أيضا قبله الإمام أحمد قال أي قربة فعلها وجعل توابها لميت مسلم أو حي نفعه لكن مع ذلك لا نحبذ هذا ونقول الدعاء للميت أفضل دعوة واحدة أفضل من ألف إرها إجعل الأمل لنفسك فأنت محتاج إذا سوف تتمنى أن يكون لك حسن واحد وجعل الدعاء لميتك هذا هو السنة معا